في النقطة دي الحلول أو ما هي الوسائل لمواجهة هذه التدعيات لكن أنا عجبني جدا تعبير حضرتك اللي قررته أكثر من مرة حالة عدم اليقين لأنه ده عنوان ممكن نقول أنه فعلا عدم اليقين أنه أنا مش عارف ممكن جبهات أخرى تدخل في الحرب فبالتالي الحرب ليست دائرة فقط ما بين غزة وإسرائيل نحن نتكلم على ممكن تتسع لقدر الله في المستقبل إمدادات النفط من الخليج العربي ما يقوم به حتى الحثيين فده بيهدد الممرات المائية فده كله بيعمل حالة عدم اليقين اقتصاديا بشكل كبير لو تكلمنا مع حضرتك بداية الصراع ما بين إسرائيل وغزة الأرقام بتقول لنا أنه إسرائيل بتتكبد إسبوعيا حوالي 600 مليون دولار حسب البنك المركز الإسرائيلي وأنه إذا استمر أمد الحرب لثلاثة شهور متتالية فممكن يكون فيه حالة من حالات الانهيار الاقتصادي شايف الوضع اقتصاديا إزاي بداية من الداخل الإسرائيلي قبل أن نتكلم على التداعيات في المنطقة بكل تأكيد من اليوم الثاني للحرب على طول حصل هبوط حد جدا فيه الشكل الإسرائيلي انهيار حقيقة يعني انهيار فيه سوق الأوراق المالية هناك حصل فيه حالة من لأنه هناك برضو خلين نتكلم منتهى الوضوح هو حتل مش أرضه مش مكانه فعلى طول بيكون فيه خروج وهلع شديد جدا مش بس على مستوى رؤوس الأموال أو الشركات أو التعاقدات أو علاقات الاقتصاد السهيوني بالعالم ولكن على مستوى الأفراد نفسهم نشوف كم واحد سافر وكم واحد عايز يمش أرضه فإذا احنا نتكلم على حالة من الصدمة الشديدة جدا في الاقتصاد في الأراضي المحتلة بشكل كبير جزء كبير من التعبئة العامة اللي حصل جنب جزء كبير من الاقتصاد هما بالمناسبة عندهم تقدم إلى حد ما فيه قطاع ريادة الأعمال والتكنولوجيا ده بيعمل فيه أكتر من نصف مليون إسرائيلي القطاع ده تأثر بشدة نتيجة لعملية الحجد والتعبئة العامة وبالتالي أثر بشكل كبير على القطاعات اللي لها علاقة كمان بقطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال ده دفع بشكل كبير إلى إلغاء عدد كبير من التعاقدات دفع بشكل كبير إلى تأثر عدد كبير من الاقتصادات في العالم اللي مرتبطة بهذا القطاع بنلاقي منطقة المنطقة الغربية لأوروبا فيها تعاقدات كبيرة بنتكلم على منطقة في جنوب شرق آسيا بعض الدول متعاقدة فإذن هناك تداعيات بكل تأكيد هناك التداعيات الاقتصادية الكبيرة دي ما زالت فيه مزيد يعني فيه تقرير لسه طالع مبارح تقريبا بيتكلم على أنه إسرائيل اقترضت أكتر من 6 مليار دولار عشان تغطي أو تعمل تعبئة للحرب مرة تانية وتعيد مرة تانية قواتها لحالة الاستعداد طبعا فيه أرقام كتير ممكن ما تكونش بتعلن يعني أنا أتوقع أنه رقم 6 مليار هو الرقم ده يتخطى العشرين مليار خلال الفترة اللي فاتت دي سواء كانت أثار مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي أو حتى أثار غير مباشرة نتيجة لإلغاء التعاقدات اللي موجودة مع عدد كبير من القطاعات الاقتصادية اللي موجودة أو حتى إرجاءها لأجل أو حتى أثار متعلقة بالفورن ديريكتين بيسمينت أو الاستثمارات اللي كان متوقع أنها تدخل في إسرائيل وتنقب على نفط أو تنقب على غاز إلى آخره يعني بمجرد نشوب الأزمة ونشوب الصراع مرة تانية عدد كبير جدا من الشركات الدولية العاملة في النفط وقفت عمل التنقيب وبدأت أنها تاخد احتياطاتها الاحترازية والتأمينية للأماكن النفطية ده كله بيأثر في نهاية خالص على مصادر النقد الأجنبي لإسرائيل بيأثر بشكل كبير على حجم المخاطر الموجودة أو المخاطر الاقتمانية للمصارف الأساسية هناك بيؤثر بشكل كبير على كافة التعقدات كافة التعقدات اللي ممكن تكون أبرامتها أو متوقع أنها تدخل حيز النفاذ خلال الفترة اللي جاي فإذن في حالة من عدم اليقين بتشهد المنطقة وبالتحديد إسرائيل بالدرجة الأولى خصوصا أنه الحالة للسيدة هو عارف ومتأكد أن المكان ده مش بتاعه الأرض مش أرض فبكل تأكيد بيهرم بياخد حكت ويهرم بالحضرتك بقى كمان رؤوس الأموال أكثر حرصا على وجبنا من البقاء والاستمرار ده في حالة الاقتصاد الإسرائيلي بقى الاقتصاد فيه المنطقة بصفة عامة كيف تقصد؟ بكل تأكيد متوقع جدا صدمة في الأسعار أو التضخم الصدمة هتكون للأسف متتالية هتبدأت بالفعل من ارتفاع بوليس التأمين على الشحنات الشحنات اللي هي في البحر كل سفينة أو كل خط ملاحي يجي عاد من منطقة أو في أي منطقة قريبة من منطقة الصراع بيدفع تأمين أكتر يعني تكلفة أكتر على المستهلك بتنعكس بالمناسبة على كل العالم مش بس في المنطقة كل العالم هيعاني من أزمة كبيرة جدا من التضخم دخول الأفراد الحقيقية هتنخفض بسبب هذا التضخم هيؤدي في النهاية إلى أن الحكومات هتعمل سياسات تحفيزية سياسات تحفيزية هتؤدي في النهاية إلى مزيد من الضغوط في الموازنات العامة للدول على مستوى العالم وعلى مستوى كل اقتصاد ارتبط بالاقتصاد السهيوني هيحاول أنه يعمل سياسات محفزة للاقتصاد عشان يعوض الجزء اللي ممكن يكون تدعى أو تدرر من العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل هذه السياسات هتلقي بظلالها مرة تانية على حجم الأعباء الديوني اللي موجودة لهذه الدول يعني دواما هتحصل أو بالفعل بدأت بارتفاع المستوى العام للأسعار هتنتهي بزيادة في معدلات الاستدانة عالمياً إلى آخره من الفقاعات اللي ممكن تحصل في مناطق مختلفة في العالم فإحنا أمام مشهد مرتبك للغاية غير واضح المعالم بدأ بالفعل بالتضخم متوقع أنه يصل في النهاية إلى التراب حد في الموازنات العامة للدول حالة كبيرة جدا من الغموض بتشهد المشهد الاقتصادي في المنطقة وفي العالم